اهلا بكم في علاقة جديدة من قناتنا مهب عصفير الزينا ازا حضراتكم يا رب تكونوا بخير في الفيديو ده هكلم حضراتكم عن دراسة جدوى لمشروع تربية عصفير الفشر والروز وفي الفيديو ده هكلم حضراتكم عن كل التفاصيل كل التكاليف اللي انت هتحتاجها كل الاسعار اللي انت هتلاقيها في السوق وورى السوق وكل الكلام ده هتكلم عليه في الفيديو ده وتكلفة المشروع هتبقى 1100 بس 1100 شاملة العصفير شاملة السلكات شاملة كل مستلزمات العصفير وكمان شاملة جزء من الاكل هتجيبه هتخليه عندك كفية فترة تمام؟ عايزك تابع معي الفيديو ده للاخر عشان هتتسفد منه كتير جدا ولو لسه ما نزلتش عملت لايك انزل عمل لايك للفيديو عشان الفيديو ده هيبقى انفيد لك جدا وهتتسفد منه كتير طيب دلوقتي احنا هنقسم 1100 دول لأقسام الأقسام دي هيبقى اول حاجة طبعا العصفير اللي احنا هنجيبها وقبل ما نجيب العصفير انصح الناس ان هي تجيب السلكة او السلكات اللي احنا هنستخدمها عشان يبقى في مكان متوفر للعصفير وبرضو المستلزمات طيب دلوقتي احنا هنجيب كم جوز احنا هنجيب خمس ازواج روز او فشر على حسب انت بتحب ايه الاسعار زي بعضيها بالزبط تمام سعر الجوز الزغليل 130 جنيه 130 في خمس ازواج هيبقى 650 جنيه دي تكلفة العصفير اللي انت هيجيبها طيب بالنسبة للسلكة انت هيجيب سلكة خمس ادوار سلكة روز هتلاقي في حدود من 200 ل 220 جنيه ماشي على حسب السلك بتاعها يعني السلك لو محمل هتلاقيها اغلى من كده السلك لو عادي هتلاقيها ارخص من كده تمام طيب بالنسبة للأكالات والعشوش والمسائي وكل الكلام ده اللي هي المستلزمات بتاعة العصفير احنا هنجيب خمس اكالات الاكالة الواحدة عملة اربعة جنيه تمام الاكالة الواحدة عملة اربعة جنيه يبقى خمسة في اربعة بعشرين جنيه وخمس عشوش طبعا العشوش دي انت برحتك عايز تجيبها دلوقتي وانت بتجيب الزغليل عشان تحضر لهم لما الزغليل تجبر وتبتدي تنتج تمام لو مش هتجيبها يبقى المزرعة هتكلفك الف جنيه بس خمس عشوش اللي عيش عملة 20 جنيه 25 بمية جنيه ده يبقى تمام للعشوش بالنسبة المسائي هنجيب خمس مسائي المساء الواحدة عملة خمسة جنيه هيبقى خمسة وعشرين جنيه تكلفة المسائي المسك السيبيا المسك الواحد بس بتلاتة جنيه اخر مرة جبته من السوق معرفش دلوقتي ممكن يكون سعر زادة 4 جنيه فمش هيفرق معك في جنيه لو جبت خمس مسك سيبيا تمام هتجيب خمسة مسك سيبيا في تلاتة اللي هو ثمان المسك السيبيا الواحد هيبقى بخمستاشر جنيه ده بالنسبة لتكلفة مسك السيبيا الوقفات الخشبية هتحتاج خمس وقفات خشبية او اكتر دول ممكن توفرهم من اي فرع شجر عندك مش لازم ان انت تشتري وقفات خشب من السوق لا عادي انت ممكن تجيب اي فرع شجر بس يكون محمل والخشب بتاعهم دور وتحطوا للعصفير بيبقى احسن بكتير اصلا والطبيعة بتاعتهم بتبقى مناسبة مع الاشجار فهيبقى دي حاجة كويسة وميزة ان انت عاملها للعصفير طيب احنا ممكن كمان نجيب سبيا ممكن نجيب طبقين سبيا من الطبق اللي هو صغير الطبق اللي هو بخمسة جنيه ممكن نجيب طبقين بعشرة جنيه دول هيكافوا معنا فترة ممتازة جدا بس ما نبتديش نديهم هم صغيرين لما يبقى مرحلة الشباب كده هتبتدها تحط له وممكن كمان نجيب اربعة كيلو اكل الكيلو في متوسط الكيلو دلوقتي عامل خمستاشر الاكل النضيف هيبقى اربعة في خمستاشر اللي هو سعر الكيلو هيبقى ستين جنيه طيب كل الحاجات دي تكلفتها كام كل الحاجات دي تكلفتها زي ما قلت في الاول الف ومية تمام طيب الالف ومية دول انت ممكن لو انت شاب عايز تبتدي ان انت تعمل مشروع صفير عايز تجرب الهواية ممكن هيبقى الحوار مفيد جدا ليك وممكن تستفيد منه كتير هي تجربة انت ما بتضربش في مبلغ كبير او ما بترميش فلوسك يعني بترمي فلوس كتير في حاجة لا انت دلوقتي بترمي مثلا بسيط من الفلوس اللي معاك في مشروع هتشوفه مربح ليك او لا ولو عايز تبتدي بنص الكمية دي ممكن ما فيش اي مشكلة ممكن تجيب جزين ممكن تجيب تلات اجواز والتكلفة ممكن تكون ستمائة جنيه ولا حاجة فانت لو عايز تبتدي في المشروع لازم تدرس كويس جدا النوع اللي انت عايز تربيه سواء كان فيش الروز كوكتيل استرالي وقلت الكلام ده كتير ان الناس لازم تدرس الحاجة اللي هي الجبحة يعني ما ينفعش ان انا جيب جزء استرالي شغال وكل نص ساعة افتح على العيش اشوفه بغض ولا لأ دي حاجة يعني غلط جدا والعصفير بتقلع جدا من حاجة زي كده وهتلاقي ان ما فيش انتاك بيطلع ومش هتلاقي في حاجة لكن لو انت هتربي وراد الحواية هتلاقي في انتك بيطلع لك هتلاقي في مكسب بيطلع لك وهتنبسك جدا بالهواية وهتكون مستمتة وانت بتكتر العادات اللي عندك وبتنتج بينها وبيتبيع منها للناس تمام؟ فحاجة زي كده لازم الناس تاخد بالها منها ولازم تخلي بالها من التربية لو هتربع صفير لازم تبقى قد التربية وما تزهقش عشان الموضوع محتاج صبر شوي ماشي وكده تكون خرص حالتنا النهاردة لعواجه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان نفصل لأكتر ناس محتاجين نهاية تشوفه ولو مش مشترك اشتركوا فعل زر الجرس عشان نسالك كل التنبيهات والإشارات الجديدة نشوفكم في حالة جديدة من قراراتنا بحيب بصفر زينا شكرا لكم شكرا للمتابعة